السلام عليكم يا شباب في الفيديو ان شاء الله هشرح المحاضرة الثانية من الـ Parallel بداية كده اول سلايد في المحاضرة دي بتكلم عن الـ Languages اللي بتـ support Parallel Computing زي C و C++ Fortune, MATLAB, Python, R, Perl, Julia مفروض فيه programming languages الثانية تمام هنا بقى بيصل السؤال امتى اعمل أصلا Parallelization للكود بتاعي امتى يكون مفيد امتى يكون مش مفيد تمام فالما يسأل بيقول Does it have large loops that repeat the same operations يعني لو الكود بتاعي فيه loops كبيرة و loops كبيرة يعني ايه بروب عشر تلاف مرة مثلا خمس تلاف مرة او اكتر تمام ده كده loop كبير فلو الكود بتاعي فيه large loops وبيتكرره كل شوية وبيتكرر نفس الـ operation عليها يعني مثلا اخذ القصة بتاع الارقام اللي جوه هعدي الـ array على loop وكل element هربعه فهل مثلا عدد element بسعتي كبيرة قوي و الـ operations كده 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 ثابتة لنفس عملية التربية يعني فسعيتها اقولك او ماشي اعمل Parallelization للكود بتاعك السؤال بعد كده يقولك هلهم مؤتمدين بصوره صغيرة على بعض ولا مش مؤتمدين خالص ولا معتمدين بصور كبيرة فساعاتها تحدد sum انجد الكود بتاعي مستموعة بيعض هربعه انجد الكود يتمع Interview كده ثbokki وبيت политatan هل يمكن أن يتعارض مع بعضه؟ إذا لماذا، هل يمكن أن يتعارض مع بعضه؟ بمعنى إيه؟ أبعد Data لCore ويكون هذا الكور ليس ثانية من Data معينة فإن يأتي Task أخرى ويبعد Data لنفس الكور ويبعد نفس الوقت فيه ويبعد نفس الـ Data وفي نفس الوقت فيه تسك بعد نفس الـ Data ويسمى Overlap ويغير في Data ويمدى على طول بعضه ويغير في نفس الـ Data فإن أسعاد الـ Data لا يشتغل على Data جديدة لا يشتغل على Data أو لا يشتغل على Data أو لا يشتغل على الـ Data فإن يسأل هل يوجد Overlap أم لا؟ وهل الـ Communication قليل أم لا؟ هذا أيضا على أساسه بحدد أعمل Paralyzation الكود أم لا؟ أيضا لديه تسكات كثيرة متعمدة على نفس الـ Data إذا كان هناك تسكات كثيرة متعمدة على نفس الـ Data لو متعمد على نفس الـ Data يمكن أن تغييرها مثلا في مجموعة من الـ Taskات تحت بعض يستخدم أن الـ Data يصبح المخصص بالـ Data وأنا إليكم مثلا بالغلاب الأحمر يستخدم إلى الـ IA يستخدم إلى المماري ويستخدم إلى الـ Network فكل من يكّوه من الـ Data وغيرها أعمل هذا تغيير ويسمع أن يقوم بسبب الإثارات قبل أن تسكت مختلفة قبل أن يصل إلى الـ 3 حين أحاول أن تغيرها في مماري أو تغييرها من الـ Data ممكن حد فيهم يغير حاجة التانية محتاجها فبنانا علي بقول لا اخلاص مشاعر عن Parallelization او يكون فيه كل واحد فيهم وليكن مثلا كل واحد فيهم بيكلم من فصل عن البيعيين فسيطالك او زي الفول اشتغل Parallel ده مفيش حد فيهم يوفرلاب مع التاني تمام ويقول Does the order of operation matter? If so How strict does it have to be? يعني لو عندك operations يتم بترتيب معين هل هذا الترتيب يجب أن يعمل؟ يعني لو كان لكي تحسب المين المين لكي تحسب المين لأي حاجة تقول مجموعة الاعداد مجموعة data على عدد ال data مجدوع مجموعة R&A ويكون عندي R&A مكاوم من 10 أرقام فأقول مجموعة العشرة هجم على الأول زائد الثاني زائد الثالثة وأصومهم على العشرة فممكن نعمل عملية الجمع الوحدة في حتة وكام عملية العد ان انا عد هم مكام واحد uh td ويكون قد الترتيب لكي تحسب المين في الحلال ويكون قد الترتيب لتعليق على الوحدة هل ترتيب سفرق؟ هل احيان تركيب السميشن الأول او لو احصبت على الوحدة لا ثم لا ترفق والرائدة لإضافة إضافة للناس في الاخر نفس الرائدة تقومون بإضافة إلى نقطة كبيرة يدعم لن أعلم من هذه النقطة كبيرة إضافة إضافة للنه بالنسبة للصر والمعروف الأكثر يكفل الترتيب حسابت السم الأول والمعروف الأول يجمل الترتيب أن يفرق معي في الأخر سأحسب الـ فتكتيب الوغنشن في عمليات مثل هذه ليس يفرق إنما في عمليات تانية يفرق جدا وهكذا فهذه الأسباب أو الأسئلة التي تسألها نفسك قبل أن تقرر الكود بتاعي يعمله Paralyzation أو لا الكود بتاعي يعمله Paralyzation أو لا الكود بتاعي يعمله Paralyzation أو لا يعمله سريع العادي هيا بيكلم عن Basic Guidance for Efficient Paralyzation Is it even worth Paralyzating my code يعني هل الكود بتاعي مثلا ضخم كفاية لأن اه سألت أقولك ال Paralyzation المهم أو مفيد وهل الكود أصلا ري قليل يعني مثلا عندي عرية من 10 10 elements كلها الاري فسألت أقولك لا ده يوزلس ليه تعمله Paralyzation ماشي سريع العادي جدا تمام بيكمل بيقول ايه بيأكسترابوليت على النقطة يعني بيقول ايه Does your code take an interactively long amount of time to complete يعني هل الكود بتاعك ضخم فعلا و بيأخذ وقت طويل او عشان الخطر يعمل هل الكود بتاعك بيشتغل في single large model ولا بيتقسم على multiple small runs ولا مثلا بيقول Would the amount of time it take to Paralyze your code Paralyze تمام your code يعني هل الكود بتاعي هبدأ كله هعمله Paralyzation من الصفر وياخد مني وقت قد ايه لغاية مكتب كود من اول جديد يكون كله بيشتغل هياخد مني وقت قد ايه وقت كبير هايوفر عليها مثلا وقت ولا لا ده الوقت اللي وفره ضيعته في الكودينج اللي من اوله جديد تمام فتلاقي كذا اسألت اسألها لنفسك هعمل Paralyzation Paralyzing established code versus starting from scratch The established code may be easier faster to Paralyze but may not may not give dual performance or scaling يعني لو انت عندك كود مكتوب وحاولت تتعدى عليه تخليه هو الشغل Paraly ممكن يكون اسرع اكيد غالبا يكون اسرع في الكودينج تمام ولكن ليس نفس البرفورمانس الكويس او السكيلينج انت توسع الكود تمام في حين كما تبدأ كود من اول خالص من الصفر سيأخذ وقت اطبر اكيد بس سيبقى فيه performance احسن و اكيروسي احسن وبعد كده ساعتها سكيلينج صعب لك كود بالنزلج بقى مبهى انما هنا يحول الكود المبهم او بلاك بوكس يحول الكود انت فاهمه انت بدء الكود من الصفر تمام مش مساكت حتة من كود قردي مكتوب او حمسك بس الحتة الصغيرة دي مثلا وراءكم انت كده كود كبير حمسك بس الحتة الصغيرة دي اشتغلها Parallel طب مستقبلا انا مش فاهم اصلا حتة دي بتعمله تمام فهشتغل الجزئية دي الوحدها Parallel مفاصلة عن البقائيين وهكذا فليه تعمل كده لو هو استعمل كود كل اللي بيجي يعدل بعدك مش فاهم هو الحتة دي بتعمله اصلا على عكس انت بدء كود هو اصلا شغال ايه Parallel كل ده بيشتغل Parallel اللي سوا مع بعضه تمام يبقى احسن لك اي نعم وقت كبير يبقى وقت اطول بكتير قوي ان انت تكتب حاجة بس يبقى احسن في performance و accuracy تمام هنا بيكلم عن guidance انت تعمل او تعمل Parallelization بيقولك increase your program increase the fraction of your program that can be Parallelized يعني تكتب كود من اول خلص يكون في اجزاء ينفع تعملها Parallelization تمام ويقولك identify the most time consuming parts of your program يعني شوف اكتر حاجة بتاخد وقت وحاول تعملها تخليها تشغل Parallel تمام this could require modifying your intrinsic algorithm and code's organization يعني تغير شكل الكود بتاعك لو انت كتب كود يعني تغير شكل الكود ممكن تغير شكل الالجوريثم نفسها تمام عشان خاطر ايه تعمل مع Parallel code الجديد تمام يقولك كمان balance Parallel work load كمان يعني تغير شكل كود يعني ايه يعني يحتاج وقت تمام مثلا تاسك محتاج 20 ثانية و تاسك تاني زغير هيشغل مع Parallel محتاج 2 ثانية بس و تاسك تاني بريل هيحتاج 3 ثانية لا إلا قسم الكود بتاعك اللي 20 سنة دول قطعهم كده بحيث انهم يتوزعوا على الثلاثة ثريتز او الثلاثة كورز اللي عندك توزيع متساوي يعني تمام ولك من الموارسة سمسنت ان communication حاول تخلي تسكات بتاعتك يعني تختار تسكات مش معتمدة على بعضها تمام بحيث ان كل ثريت بيشتغل في حاله ويطلع output في حاله تمام ده كده الطريقة انك تعمل منوميزيشن انت تختار تسكات قرندي مش بتكومينيكيت مع بعض تمام منوميزيشن الكمينيكيشن انك تسكات مش معتمدة على بعضها اصلا فساعتها مش كلمه بعض كتير use simple arrays instead of user defined derived types simple arrays اللي هي البيزيكس يعني بحيث ان هو ايه يكون اسرح في التعامل معاها بدلا تختارها لنفسك انت ايه مثلا دكشنري ده جوا دكشنري تاني والدكشنري التالت التاني ده جوا دكشنري تالت فمتعملش حاجة complicated اختار simple arrays او simple data structures عمتا يعني تمام سيقولك بعد كال partition data distribute arrays and matrices allocate specific memory for each MPI process انت تقسم ال data بتاعتك تقسم ال arrays اللي عندك والمصفوفات اللي عندك تحدد اماكن في الميموري يعني عشان خاطر ايه ال message passing interface اللي تتكلم عنها في المحاضر الاولى عشان خاطر يكلموا بعض اسرع يعني ال processers تتكلم بعضها اسرع وهكذا تمام مجرد اللي احنا كله تتكلمنوا عنه الكلام عنه ابي كده ما هو بتلخص في السطر ده تمام considerations about parallelization إاته انت تشغل البرنامج بتاعك اولا تتكلم عنها ه انت تقولك ال sev我 اه أولا تحصل له شيء اسمه الـ Speedup هي الـ Speedup السرعة التي وفرتها على نفسك تتحسب كيف؟ هي ratio نسبة الوقت الذي تحتاجه ولو تشتغل كود سيريال يعني كود سيريال يعتبر عندك البروستسور الـ CPU عبارة عن OneCore فشوف الوقت الذي يحتاجه عشان خطر يشتغل سيريال انه يخلص كل البروستسور في سيريال تايم وبعدها تحسب الوقت الوقت الذي تحتاجه لو أسمت الشغل على أكثر من تأسك لو عندك أو عندك وليكن ثريتز أو سميهم كورز سميهم زي ما تسميهم فشوف الوقت الذي يحتاجه عشان خطر يخلصوا نفس البروستسور أو نفس الكود ساعتها عندما تقسم هذا الزمن سيطعلك الـ Speedup وفي مثال تحت ما هي الـ Efficiency ومن ثم وليكن هي الرسمة اللي تحت دي ممكن عم بس كرول اوت دي شوية انتو مش عارف انتو شايفينها هراء دقا مش هينفع على الاسف ماشي اعتقد كده تكون احسن نايفل دي فهو لك ايه؟ بي هي الجزء من الكود بتاعي اللي ممكن عمله تمام وليكن هي الجزء اللي تحت ده ده كله قدر اشتغله in parallel حلو وليكن مثلا بصوح نرسم على رسمك بحيث انها لا تشتغل يعني ثانية واحدة حلو ده كده التاسك بتاعي او الكود بتاعي تمام؟ الكود بتاعي مقصون نصين نص قدر عمله اشتغله parallel تمام؟ معلش عالبي الباشعة دي جزء اللي تحت شغله parallel تمام؟ طبعا البرنامج كله اسمه 100% تمام؟ ممكن نقول ان هو واحد يعني تمام؟ دي كده % فلو ده فلو ده الفراكشن من الكود بتاعي او الجزئية من الكود بتاعي انفعت الشغل parallel يبقى اكيد واحد نص بي هو الباقي هو الجزء السريال تمام؟ ده بايولوجيك في بيقولك سمه P هي الفراكشن من البرجلم التي تستطيع ان تكون باراليزد واحد نص بي الفراكشن من البرجلم التي تستطيع ان تكون باراليزد اللي هي الجزء السريال تمام؟ واحد نص الباقي كله وإنه هو number of processors او العدد الثريتز اللي ستشتغل عندك تمام؟ ساتت عشان تحسب هتقول واحد نص بي اللي هي الجزء اللي ستشتغل السريال تمام؟ او الزمن اللي انا محتاجه عشان تشتغل سريال عمتا من الكود بتاعي زائد P على الجزء البراليل على عدد البروستس اللي تشتغل يعني وليكن ايه الجزء اللي كلها تشتغل على كم بروسسورز تمام؟ وبيضرب بقى مثال يقولك لو عندك 80% من الكود بتاعك تقدر تعملهم تقدر تشغلهم و20% ما تقدرش 20% ما تقدرش ده معنان هتكون تمام؟ وعندك اربعة بروسسورز او اربعة ثريدز تمام؟ احسب لي السبيد ستقول ايه؟ هتقول واحد نقص P اولا تعيد انتفاي فين البي البي اهي؟ البي بتساوي 0.8 تمام؟ يبقى اكيد واحد نقص P اللي هي الجزء السريال هيساوي 0.2 حلو؟ لا لا لنصح النقطة طيب بعد كده الان بتاعتك بتساوي اربعة فتحسب بقى واحد نقص P اللي هي تمام؟ بعد كده 0.8 جزء بتاعتك على عدد البروستس اللي هتهندله تمام؟ يوسطها اطلعت بـ 0.4 أو 40% تمام؟ معناها ان انت وفرت على نفسك وقت 40% احنا هتفعل ان ساوي الزمن اللي انت تشغل وانت تشغلت على بروسسورز أو منطبال ثريدز دي كده لتكون ان ما هي لانت تكون ربعة وانت وفرت على نفسك وصلت الناهاية وقت المثال 0.4 يعني انت وفرت على نفسك 40% لما اشتغلت بارن وفرت على نفسك 40% من الوقت تشغلت سريل يعني من الآخر وليكن زوم وليكن هذا الكود يشغل سريل يحتاج 10 ثواني وليكن نكتبه 10 ثواني وليكن يشغل سريل وفرت عرصة 40% لغيت 40% أو سوريا 40% وليكن نقسمها 20 1 2 3 4 20 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 30 20 22 21 في الوقت هذا كده الـ Speed Up بالنسبة لكده حسبنا الزمن لو تفكروا القانون العادي يعني بتاع الزمن يقول لك ايه؟ عملت هي الرول العادية بتاع الفيزيكس السرعة اللي هي LV Velocity بتساوي مسافة على الزمن تمام؟ D على T حلو، إلغي DD يعني اعتبرها كده كده مش مهم بالنسبة لك فنحن نمسحها من هنا خليها مش موجودة تمام؟ هو ملهج مسح يا ابني مستفز ما علينا ما علينا ما علينا العلاقة بين السرعة والزمن هي علاقة مع كوسة تمام؟ كلما الزمن يقل السرعة تزيد وده شيء واضح لو السرعة عندك احنا قلنا انها وصلت 40% اللي هي 0.4 يعني فنقول ان الـ V تساوي 1 على 0.4 4 من 10 اللي هي 4 على 10 اللي هي ممكن تكتبها 4 على 10 تمام؟ طلع عشرة دي في المقام طبعا نحن نمسح بس الحتة اللي في النص دي انت في منتهل السفزاز يكا تساوي 4 على 10 حلو؟ طلع عشرة اللي في المقام اللي تحت خلص يطلعها في البسط فوق يبقى 10 على 4 اللي هي بتساوي الـ 2 على نص السرعة علاقة عقصية مع الزمن فلو سرعة اقلت الزمن أقل 40% اللي هي 0.4 يبقى السرعة بتاعتك تزيد 2.5 يعني انت اشتغلت الكود بتاعك اشتغل أسرع مرتين ونص من الكود يعني كود البارلل اشتغل أسرع مرتين ونص من الكود السريال تمام؟ أو الكود البارلل اشتغل في زمن أقل 40% أو 0.4 من الكود السريال الانتين نفس الحاجة الحرفية واحد بدللت الزمن و واحد بدللت السرعة تمام؟ وده كده بربعة كورز تمام؟ ممكن تتكتل عدد الكورز على حسب عدد الكورز اللي عندك هنا يقولك هنا 40% لانتين اقل بصورة السريال يعني تحتاج 40% من الزمن اللي كنت محتاجه لو هترن الكود السريال لو كود السريال يرن 100% تحتاج منه 40% لانتين ترن الكود تحتاج الى 2.5% ولكنك ترن الكود من 4 كورز ولكنك 80% من الكود ترن الكود يمكنك ان تتكلم بوقع والأسسومتشن ده مهم وهيتشرح في البرزنتيشن اللي جاية بس يعني ايه هصلي بعد كما بقى ايه هشوف البرزنتيشن ماشي بس ده كده المثال اللي فوق وده كده بس مجرد فيجواليزيشن ليه هعمل بوز وهارجع كامل ان شاء الله بقى شابب لوقتي المثال ده هو هو الجزء اللي فوق بس فيجواليزيشن ده يعني تمام فيقولك في المثال عنده جزء سيريال الجزء ده كده هيشتغل سيريال وبقى الاربعه جزء دول هيتشغلوا باراليل يعني ايه سيريال يعني فيه ثريد من ثريدز دول هيمسك الجزء السيريال ده هيخلص كله من اول واخره وبقى الثريدز لازم تكون ويتنج تمام فاقى اول مثلا البروسيس دي هي تمسك ثريد فيبقى اول بروسيس هي تمسك الجزء السيريال ده تخلصه تمام وكل دول ايه عاملين ويتنج عاملين ويتنج بس هين تخلص يعني تخلص بعد كده بعد ما جزء ده يخلص ال 20% دول دول ك 80% كلهم هيتشغلوا بهم فساعدها هيتقسموا على الاربع فكل واحدة من البروسيس الاربع هيتخد جزء هو كمان محتاج وقت 20% فكلهم ايه هيتشغلوا سواعين الاجزاء دي كل هيتشغل في نفس الوقت تمام فعندك بروسيس من اتنين لاربع كانوا عاديين ايدل خلال الجزء الاخضر ده تمام عاديين مش بيعملوا حاجة مستنيين الدور بتاعهم في الشغل فهم كده حرفين عاديين فاضين يعني تمام حتى بقى سواء دي الحاجة الواحدة دي كبتتعمل جوا بروسيسر واحد ولا جوا اكتر من ثرد لو اكتر من كورز يعني او اكتر من بروسيس تمام او واحدة بس اللي ماسكها فكل ده بس الوقت يتحسب عليك فان بعض ال 20% دي كده كملك كل واحد فيهم خلص في 20% تانين فتوتال الوقت بتاعك احتاجت 40% عشان تخلص الشغل بتاعك الشغل لو شغلته سيرير يعني كان ياخد منك 100% وقت احتاجت 40% البروسيسر احتاجت 20% واشتغلت 20% البروسيسر كانت 20% بس استل الوقت محصوب عليك واشتغلت 20% وكذلك الاتنين تحتها ايضل باك اشتغلت ايضل باك اشتغلت تمام المهم انه توتل في الوقت 40% الحالة دي مبسطة جدا طبعا الموضوع الاسف مش بشتغل هذا كلام انه في التطبيق العاملي هتجد ان يحصل فروق الفروق مثل ان محتاج عندك محتاج ان هذا البروسيسر ايضل باك اشتغلت ايضل باك اشتغلت وانسا انها اشتغلت خلاصة الجزء السريل وصلنا على الجزء البريرل اتوز عليهم كلهم التأسيمة كانت 100% مضبوطة هذا البروسيسر خلاصة البروسيسر خلاصة البروسيسر في الوقت الفاضي البروسيسر لا تفعل شيء التأسيمة باكد ان يفعل شيء وفي الاخر خلاص بعد ما اخر الواحد خلاص الى افضل وكما نقوم ان يتحدث يبدأ باكده البروسيسر 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 لجمع كل البروسيسر كل ما يزامني تعطيه electrone تشعيل التقاط في الحالة tick for specific اجتنا وانا ب Lil Log نحن في حالة اك которые تزوننا اجب الحالة التقنية تضبرUD كلما تزود كورز أكثر ستتخلص بشكل لينير ستزود كورز أكثر سيكون أسرع وهكذا هذا ليس الحالة الحقيقية في الحقيقة اللين الأحمر هو الجراف الحقيقي هناك مايلان قليلا فيها في السلايدي الجزء اللي يهمك ننسلها كأنك لم ترى لكي لا يهم فيقول لك من الـ عندما تجد تعمل الـ أول جزء اللي تأخذه هو مثل تأسم الشغل هناك نوعين من التأسيم دومين ديكمبزيشن وفيه فونشنال ديكمبزيشن أول حقيقة الدومين أول دي الأطفال من تجد برايلا تسبب برايلا لتدخل حقيقة الدجاج من تسجيل الفهوان تختار المشن بسجيل المشن بسجيلة يالك أول خالص حقيقة خالصة تجعلت مشكلة ومشكلة تحويلها تقسم على أجزاء محددة محددة أن يكون يجعله برايلا فالنوع من انواع التقسيم ده هو domain decomposition domain decomposition associated مع data sets يعني data set بتاعتك هي اللي بتتقسم ال data بتاعتك هي اللي بتتقسم ولكن مثلا عندك re ال re هو اللي بتقطع كده تمام يبقى في domain decomposition data associated with a problem is partitioned each parallel task works on a portion of the data يعني ال data بتاعتك بتتقسم ولكن مثلا re بتاعك بتاعتك تقسم كل جزء هيروح للتاسك فيهم هيروح للبروسيسور يعني هيروح للكور وهكذا تمام طبعا اطلقوا الحزة دي مش مهم قوي يعني فاكس في الجزء ده يتكلم بقى عن functional decomposition طبعا الكلام ده فوق هو نفس السطر اللي هو يعني functional decomposition بقى ساعتها ال problem is decomposed according to the work that must be done each parallel task performs a fraction of the total computation بمعنى ايه functional decomposition بتقسم الكود بتاعك الاجزاء المتربطة في الكود بتاعك يعني لو تاخد بالك ده كده بيشتغل على ال data set ده كده بيشتغل على ال instruction set تمام ايه الفرق بين الاثنين instruction set وليكن مثلا عندي خلينا نرسم مثال كده نعمل زوم ان شوية ولكن عندي كود بتاعي بيعمل شغلانة هنا تمام ده شكل الكود يعني وبيعمل بعكده شغلانة تانية تحت كده وليكن شغلانة هنا كده وشغلانة اخيرة مثلا هنا ويرجع يعيد تاني شغلانة بلوم احمر تمام هتلاقي في functions connected مع بعض فساعتها بتجمعهم في task 1 يعني ابعت الاثنين functions او الشغل ده بتاع الكود بتاعك ابعته على processor 1 وليكن مثال على الكلام ده كله ايه ولكن دي هنكتب بقى في البيتون بنقول def عشان خطر ندفين new function def min مين عشان تحسب المين بتاع اي حاجة مثلا مين بتاع RI هباصي هنا listة كده وليكن اسمها X تمام ده كده البيتون لو مش عارك بيتون قوي مش مشكلة ما تخافش يعني بس معلين فهنا بقولك def min عشان احسب المين بتاع اي function محتاجة عمله ايه محتاجة اسم ال sum بتساوي ال sum مقصوم على او sum بتاع ال X مقصوم على length length طول X ده كده رئيه او listة يعني مثلا تمام محتاجة احسب المين محتاجة احسب المين محتاجة احسب المجموه بتاع ال items اللي كوها ال X واسمه على length تمام فتا كده وليكن ده فونكشن معينة هنا كده اعمل def تاني ال function اللي اسمها واردو بتاخد array اسمه X لا مش كده ماشي عشان اعمل addition هعديها هجبه مثلا for loop for i i in x اه اه ومثلا i temp او اي ان كان بقى سامعه plus equal i ونعرف temp يعني مش لازم يكون مزبوط يعني بس عشان بس ايه فوصل لك الفكرة تمام ده كده هو اللي بيحصل ده تمام علينا ده كده return تمام ده كده الكون بتاعت المجموعة عشان نجمع مجموعة داتا جوه يعني تمام فالفونكشنز دول مرتبطين ببعض ان الفونكشن دي بتعمل فطالما اللي بتم مرتبطين ببعض يعديهم على بحيث ان هو يخذهم كلهم ويخلصهم سوا والاجزاء الفاضية دي دي كده مش متعمد على اي فونكشن تانية غيرها فخلاص ماشيها كلها على وليكن مثلا ان الري ده بيعمل عملية طرح ويطرح كل داتا لجوه ال اكس دي فهو ولا محتاج ال تمام دي عملية طرح دي عملية الضرب دي عملية الاسمة تمام تمام فتلاقي ان هم مش مرتبطين ببعض انما الفونكشنز اللي في النص المين والسوميشن اولي الادشن بقى يعني مرتبطين ببعض فخليهم كلهم يشتغلوا جوه الوحدهم بحيث ان كده ايه الشغل بقى تمام فوق كنا بنشتغل على فوق كنا بنشتغل على الملطاء ملابطين بالعاسم adopting الثالث مانبطين ستكون مواقع بها لك مكان النقط درابة عندما نقطع دول يوجد نقطة لكية الثانية لكن مادينا مع الدارة عندما نقطع اول يقولك هنا most part of applications require tasks to share data with each other يعني غالبا محتاجين المثال البروسسور أو الكورس يشيروا داتا بينهم ومبعض يجب أن تكون مراعي الـ cost of communication والlatency والـ communication الـ Synchronous والـ Asynchronous والـ Scope الـ communication الكلام ده كله منظري عمتاً ممكن طبق ايه تحفظوا كده بس سواء ايه سهلة تفهم الـ cost of communication بقولك computational resources are used to package and transmit data requires frequent synchronization some tasks will wait instead of doing work could saturate network bandwidth معنى ايه الكلام ده معنى الـ view sources محتاجة نهاية تكلم بعضه نهاية تبعت packages وتستقبل packages من data تمام؟ خلصت شوية data عملت لها processing هبعتها الـ function تاني تمام؟ فممكن ساعات ان الـ task يبقى مستني شغل فبيبقى عمل ويت بدل ما يكون ايه بيشتغل على حاجة معينة فبيعمل ويتن كل شوية الـ task ده مثلا مستني حاجة من الـ task ده تمام؟ فكل شوية ابعت له خلصت الشغل بتاعك فتاني يرد عليه ويقولك لا ما خلصش خلصت شغل لا ما خلصتش وهكذا فتلاقي ده قاعد waiting قاعد idle ما بيعملش حاجة تمام؟ وده مش احسن حاجة خلص وده مش احسن حاجة في الـ وده مش احسن حاجة في الـ ان انت يبقى عندك بروسيسور او كور مش بتعمل حاجة قاعدة idle تمام؟ وعلى المستخدم من الـ شغل مستخدم من الـ وعلى المستخدم من الـ نقطة يتكلم عن الـ وان الـ بيقولك تمام اقل الرسالة ممكنة بتحتاج وقته ده الوقت ده هو و كي بقولك الباندوث باندوث 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 يعني شوف ايه تقدر تبع الداتة كتير قد ايه او ايه 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 باندوث قد ايه تو approximately الاندوث يعني لو كل شوية ده بيشيك على ده خلص البروستس بتاعتك او لا في بيقوله لأ في بابعد تاني شايك كمان كم ثانه في بابعد تاني 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 تقوله لا في بابعد تاني تقوله لا يبعد تالت تقوله لا فكل ده بيسبب بطء الشبكة بطء النوتر بتاعتك ليه عشان كل يعني فيه 8 communication messages اتبعته لمجرد 2 processes بيحاولوا يشهيقوا على بعض خلاص الشغل اللي وراك ولا لا تمام فده كده ممكن يزود latency بتاعتك اوي طبعا التنسي لو زادت نتبقى وحش ده 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 فاكت يعني عندك بقى communication بتاعك synchronous ولا asynchronous يعني synchronous الاول communication is referred to as blocking communication other work stops until the communication is completed يعني ايه يعني synchronous communication معناه ان ال communication ده لما بيبدأ كل الناس اللي بتشغالها على الحاجة او يعني الاتنين اللي بيتكوميونيكاتوا مع بعض هيوقفوا شغل لغاية ما يخلصوا ال communication ده تمام يعني البروسس دي عايزة حاجة من البروسس دي هتبعت لها تطلب الحاجة هي عايزة فاقيا كان البروسسور ده بيعمله هيوقفوا لغاية ما يرد الاول هكيه يرجع يكمل تمام فده كده synchronous communication synchronous communication is referred to as non blocking since other work can be done while communication is taken place يعني ال asynchronous communication ممكن التسك يسأل تسك تاني على حاجة التسك ده سأل تسك ده على حاجة تمش هيرد ويخلص شغل بتاعه الوراء عادي جدا وبعد ان يخلص هيكون مثلا خلص ذاتها معينة يقوم راجع له بمعنى ايه يعني مثلا ممكن التسك دي تكون عايزة لحاجة من تسك تاني تمام فالتسك تاني ده بيخلصها مثلا ويمبعتها التسك تالت في التسك تالت يقوم خلصها ويمبعتها التسك رابع في التسك رابع ويمبعتها لده فبعد كده ده يخلص الشغل بتاعه واعكاق ويرد بقى ايه على بروسس الاولانية ده كده الفكرة من ال asynchronous communication ان الشغل بتاعي مش بيقف عشان ارد لا انا هارد في الوقت اللي اعجبني بعد ما خلص الشغل بتاعي بقى ايا ان كان انا حر تمام والسكوب communication في انواع من ال communication تمام point to point ده احنا كلمنا عليه في ال MPI بتاعتنا لما قامنا ال presentation مع بشمهندسة صحر فpoint to point communication ان اثنين تسك بيكلموا بعض ببساطة ببساطة شديدة تمام collective communication ان مجموعة تسكات في ناحية بيكلموا مجموعة تسكات في ناحية تانية اللي هي communication group يعني تمام وفي عندك كمان one to many communication اللي هو ايه تسك واحدة بتعمل زي broadcasting لبقية التسكات التانية ويكون ده كده هيكون المستر اللي هو دول سليفز السليفز سليفز سليفز ما هو وشان خطر الى معنى ايه؟ معنى شايفين زي الدياجرام بكذا بالضبط ان فيه تسكات زيرو بيخلص شغل الغايف هنا وفضل قاعد ايدل بقى كل الوقت ده ليه؟ عشان خطر هو لسه مستني مثلا التسكات تتكومينيكيت معه تمام؟ فكل ده وقت محسوب علي في البروشيسور لو الوقت ده كممكن نشغله بحاجة تانية تمام؟ وكذلك ده كلهم قاعدين مستنيين تسك التاني يخلص تمام؟ بعد ما خلص هنا فيبدأوا يكومينيكيتهم مع بعضهم تمام؟ فازاي بقى نقسم الشغل نحن نقسم الشغل بحيث ان كل تسك بياخد وقت معين قد البقية بحيث ان كلهم يخلصوا مع بعض لا يوجد حد يخلص وفضل قاعد مستني وقت ده كله تمام؟ كيقول لك how to achieve load balancing اول حاجة كيقول لك نقسم الشغل على تسكات بالتساوي for array أو matrix operations نقسم يعني لو عندك array أو تشتغل على مصفافات فقسم حجم الاري بتاعك تمام قسمه على حتة متساوي ووضعه على التسكات اللي عندك تمام يعني لو عندك أو لوب زي وبتعمل مجموعة من الداتا الداتا دي لو مش متصلة بعضها طبعا مش مربوطة بعض ساعتها ايه قسم الاتريشنز دي على البروستسور فلاكن البروستسور الاولاني خد جزئية دي والثالث دي والرابع دي والخامس دي ماشي قسم البروستسور لها كيف تقسمها يعني اسم بشغل في فورلوك من واحد لماية تمام خلص أسمها خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين اول خمسة وعشرين اتريشن سيروح على بروسسس ون او بروسسس زيرو ثانية خمسة وعشرين على دول ثانية خمسة وعشرين على دول وليكن مثلا ان الفورل دي هتجمع رقم خمسة على كل ارقام دي كلها او تضب ارقام دي كلها في خمسة فهو نفس الشغل فانا لو اسمتوا على التسكات او البرسسسور سيخلصوا في نفس الوقت ثانية خمسة او بيقولك او بيقولك او بيقولك او بيقولك او بيقولك انت اللي بتحدد مين يعمل على ايه تمام بمعنى نعم تمام يعني الحقيقة دي كلها من امثلة الحاجات اللي حتي لو اسمت بتاعتك اجزاء مثلا يعني لو عندك ميت إلمنت واسمته خمسة وعشرين خمسة وعشرين او حتي التاسيمة دي حتي التاسيمة دي هاي وثي السبورس مياتريسيس وعدابتوف جريد ميهود برضه مش مختمين بالتاسيمة فاستالها هايخضوا وقت مختلف عن بعضهم فتقول لك استخدام سكتجولر كانت تقوم بيحدد الموايد سكتجولر تجديد تخلص جميع المجموعة عمله مجموعة تخيل لو لديك تغور و لديك معينة و لديك شغلانة فترى من البروستر و لديك تغور فتقولوا خلاص خش على الطابور ده وهتوقفي عشان خاطر ايه ابعت لك جزء من داتا بتاعتي تمام في نفس الوقت جاءت لك بروسيسور 2 بروسيسور 3 انا مش هزم عدد كمان من الاخر يعني المهم فبروسيسور 1 جالوا الكود ده تمام واشتغل عليه بعد ما بيخلصوا اطلع من الكود ده وارجع تاني اوه في الاخر خالص تمام فيجي واقف في الاخر خالص هنا يجي دور على بروسيسور 2 يتبعت لها الكود بتاعها ده فتقوم خلص بعد ما تخلصوا تقوم طلع من الكود وتقوم راجع في الباك جراء تاني فده معنى ان كل حد يخلص هيرجع تاني ده كان ديناميكلي اصايند ديناميكلي اصايند ان كل واحد يخلص شغل بتاعه يطلع من الطابور ويرجع يقف في اول الطابور تاني من اول جديد عشان خطر ايه يستنى حاجة تتبعت له فلو كنا عملنا هنا الكلام ده ان تاسك 0 خلص كنت قسمت الشغل بتاعي كله بارتشن صغير ولكن كنت قمت بتاعي كلها ساعة اقوله هااا هبعت له جزء من التاتا اشتغلها في تاسك 0 خلص فتلاقي ان تاسك 2 ده قل شوية لو خلصه مثلا هنا فساعة اقوله اه خلص خد تاسك 2 وكمله انت ثاني كتاسك 0 فده فكرة من الديناميكليود لتسبب يعني ماشا شباب انا حاولت اشوف معلومة مفيدة في الصفحة دي انا مش لاقي بصراحة بدي احفظها على علتها كده اوكي واصلا انا مش مش شايف لها حاجة ايه مهم ايه بصراحة بقولك انا فعلا مش فهم ايه اهمية الكلام ده كله بس يعني ايه ابقى اره مع نفسك هافا واحفظه كده ده كده مثال على الشغل اللي احفظه خالص لو تشغل سريل او تشغل بارليل ولكن دي كده كود بتاعك انت بشغل سريل دو اللي هو مثلا زي ويل او فور او اين كان فور اي بتساوي واحد لغاية ان اعمل ايه الاري او اي بيساوي فانكشن دي كده مفروضة تبقى فانكشن ايه ابتعمل اين كانت تعملك ايه ابتعمل سميشن او اولا بلاش سميشن خليها اي ان كان ايه فانكشن وخلاص يعني فانكشن هتاخد الاي واترجع value جديد غير الاي ويكون ايه اي داش تمام فالاي داش دي هتحط جوه الاري ده في الاندكس بتاع الاي بعد ما يخلص اللوب بتاعته العادية خالص اعمل اند للوق الكلام ده بقى اللي هو ايه ايه اول حاجة تعمله ان الـ threads كلها تخش ايه تسأل نفس الاسئلة ديه find out if I'm a master or a worker يعني اتفقنا ان الـ thread master او worker احنا اتفقنا ان الـ thread master هو اللي يوزع الشغل على الـ workers تمام سيقول لو انا thread master هخش على الـ F condition يعني هتقي الجزء ده من الكود مرتبط ببعضه وجزء ده كده مرتبط ببعضه تاني الجزء ده لو انت master وجزء ده لو انت slave تمام ودي كده نهاية الـ F بتاعتك الـ F condition اللي هي قوة خالص دي ماشي يا شباب بيقولك لو انا master اول حاجة initiate the array send each worker info on part of the array and put the array that it owns وكاة send each worker its portion of the initial array وكاة receive results from each worker معنى ايه كلام ده معنى اول حاجة شوف the array بتاعك اعمل initiation للـ array مثلا ولكم ده كده ايه الـ array بتاعك فهذا سيفنا في المموري انا عرفت ان X تساوي الرية القدامها اي ان كان ال values ابعت information لكل واحد فيه وقسم له اعمل portions بمعنى ايه ولكن انا اضعها ارقام هنا هذا ال index واحد ثلاثة وربعة 5 6 سهبعة اي 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 اكمسا ميسا بمعنى الجزء من الكود ايمكنك جزء مثلا غير من 0 light فانت اخد ال ال اتنوء المسطل تمام فهذا جميع المktion وتستعمل ادخل لماذا كل وركر يرد عليك حلو؟ فأكمل بقية اللوب لو أنا بقية Worker أشوف بقية المسر هيبعت لي المسر بيبعت information عن الpart اللي أنا أريده ويبعت لي الpart بتاعي من الاري نفسه تمام؟ يعني من أول 0 لغاية 1 دورك للألمنتس بتاعتي كوركر رقم 1 تمام؟ فأعمل ايه؟ هؤلاء دو بيساوي من start to finish الstart بتاعتك هي الاندكس الأولاني اللي هو الاندكس 0 الاندكس 1 تمام؟ من 0 من 0 لغاية 1 أو من 0 إلى 2 وسأعمل الريد الأولى ويقوم بقية wiring تعمل ثم ثم يخلص كل unsurl يقوم الإنتاج للمسر ان المسر يمكن أن يقومون الذي يتخذ يبعت المسر ودكي المسر يقوم بقية المسر لتأكد ملابس التي أول مفتاة ستأخذ data تأخذ data من 0 إلى 1 1 الثالث من 4 إلى 5 الرابع من ستة لسبعة مثلا وستنى بقى كل واحد يفنش الشغال يبعته له بعد ما يبعته له خلص كانت تطلع بقى من الاف كونديشن ده كان شكل كود هو في الاول معاقد بس الاول ده مجرد سودو كود صغير بسيط دي كان المحاضرة الثانية ان شاء الله اعمل فيديو تاني مش عارف اين بقى بس اعتقد نهاردة بالليل المحاضرة الثالثة واعتقد كمان المحاضرة الرابعة ان شاء الله اشتركوا في القناة ون